الصعب هيفضل صعب لحد ما نبدأ ان احنا نرتبه ونقسمه الاجزاء وهو ظل يحصل معنا النهاردة وحنا بنشرح الجهاز التنسولي الزكري هنقسمه الاجزاء صغيرة ونشرحه بالترتيب ونربط كل حاجة مع بعضها في الآخر المجهود اللي مبزول في الفيديو ده هيكبرك تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اصحابك لا ومش بس كده هتكتب لي كمان تعليق حاله الجهاز التنسولي الزكري علشان نفهمه هنقسمه الاجزاء صغيرة عامة للجهاز التنسولي وبعد كده هنعرف مكونات الجهاز التنسولي الزكري وبعد كده هنشوف المكونات دي ونعرف اماكنهم في جسم الانسان سواء كان في المنظر الامامي او المنظر الجانبي بعد كده هندرس كطاع عرضي في الخصية واخر حاجة يعرفها هي مراحل تكوين الحيوانات المنوية داخل الخصية وهنعرف بعد كده تركيبها عامل ازاي مبدعيا كده الجهاز التنسولي الزكري دوره انه بينتج الحيوانات المنوية بديه جدا المعلومة دي الامشاج المذكرة في الانسان اللي بيكونها هو الجهاز التنسولي الزكري بس كمان الجهاز التنسولي الزكري هو اللي بينتج هرمونات الزكورة من غير الهرمونات دي الزكور مش هيباني عليه لانه زكور لان دي الهرمونات اللي بتسبب ظهور الصفات الزكرية الثانوية زي مثلا الصوت الخشن والعضلات ونمو الشعر في الوجه زي مثلا الدأن والشنب وغيرها من الصفات اللي بيتميز الزكور على الانسا بشكل اساسي الجهاز التنسولي الزكري بيتكون من خمس حاجات وهم الخصيطين والبربخين وعائين ناكلين وغدة التنسولية ملحقة واخر حاجة وهو القضيب اللي بتمر فيه قناة مجرى البول قبل ما نتكلم عن كل مكون من مكونات منهم بالتفصيل تعالا نشوفهم ونشوف اماكنهم في المنظر الامامي والمنظر الجانبي في المنظر الامامي بنلاحظ وجود الخصيطين وبيكون موجود فوقهم بشوية كده حاجة اسمها البربخ وبعد كده البربخ ده بيصب فيه الوعاء الناكل الوعاء الناكل بيمر من خلف المسانة اللي بيخرج منها الحالب وبعد كده بيبدأ ان هو يميل لتحت شوية كده فبنلاحظ انه بيتصل بيه حاجة اسمها الحويصلتان المنويتان حويصلة منوية من كل جانب تحت الحويصلتين المنويتين بيكون فيه غدة البرستاتا وبتكون واحدة بس وتكون موجودة اسفل المسانة تحت البرستاتا بيكون فيه غدتين اسمهم غدتا كوبر وعدتهم اتنين بعد كده بيكون فيه قناة مجرى البول اللي بتمر داخل القضيب إبه احنا كده معانا الخصيطين والبربخين والوعاء الناكل والحويصلتان المنويتان اللي بيكونوا موجودين خلف المسانة وتحتهم البرستاتا وتحتهم ودتا كوبر وبعد كده قناة مجرى البول داخل القضيب إنما في المنظر الجانبي يعني بنبص من جنب واحد فقط فنلاحظ وجود خصية واحدة بس يعني احنا بنبص من الجنب الخصية دي بتكون موجودة داخل كيس اسمه كيس الصفن والكيس الصفن بيكون باين معانا في المنظر الجانبي وقالنا بيكون موجود خلف الخصية حاجة اسمها البربخ اللي بيخزن فيها الحيوانات المنوية بعد كده بيكون فيه الوعاء الناكل اللي بيمر من خلف المسانة وبعد كده بيبدأ إن هو يتصل بالحويصلة المنوية والحويصلة المنوية دي بتكون موجودة خلف المسانة ونلاحظ وجود البرستاتة بتكون موجودة تحت المسانة وقدام الحويصلة المنوية والحويصلة المنوية كمان بيلاحظ إن هي بتكون موجودة ما بين المسانة من قدام وما بين المستقيم من الخل بعد كده غدة كوبر بيكون موجود تحتها غدتين وقلنا عليهم غدتين كوبر وبعد كده قناة مجرى البول اللي بيتمر داخل القضية أول وأهم مكون معنا وهو انخسية انخسية بتكون موجودة في كيس خارج الجسم اسمه كيس الصفم طيب ليه انخسيتين بيكونوا موجودين خارج الجسم؟ أكيد علشان تلاقي موظيفتها هي ايه أصلا وظيفة الخسيتين؟ وظيفة الخسيتين هو انهم بيكونوا الحيوانات المنوية وبيفرزوا هرمون التستسترون والأندروستيرون اللي بلوئ عليهم الهرمونات الزكريية الوسط المناسب لتكويل الحيوانات المنوية هو انه لازم تكون درجة الحرارة منخافضة عن درجة حرارة الجسم لان متوسط درجة حرارة الجسم تكون حوالي 37 درجة وعلشان الخسيتين تقدر ان هي تكون الحيوانات المنوية لازم تكون موجودة في مكان درجة حرارته أقل من درجة حرارة الجسم وبالتالي بيكون مكانهم خارج الجسم والخصيطين بينتقلوا من تجويف البطن للكيس الصفن والجنين لسه في بطنهم خلال الشهور الاخيرة من الحم ولو الاتنين مخرجوش او لو واحدة بس منهم مخرجتش يبقى كده الخصية اسمعها الخصية المعلقة انما لو الاتنين مخرجوش بيسببوا العطم بسبب عدم قدرتهم على انتاج الحيوانات المنوية لكن لو واحدة بس هي اللي مخرجتش مش بيكون عقيم ولكن بتقل كمية الحيوانات المنوية بالاضافة لتكوين وينتاج الحيوانات المنوية الخصيطين بيفرزوا هيرمون التستسترون والأندرسترون اللي بيسبب ظهور الصفات الزكريا السنوية زي موانا مثلا خشونة الصوت والعضلات ونمو شعر الوج يعني معنى كده ان النشاط الخصيطين بيأثر على كل الصفات دي لانهم طبعا هم اللي بيفرزوا هيرمون التستسترون والأندرسترون اللي بيسبب ظهور الصفات السنوية كمان هيرمون التستسترون بيعمل على نمو الوضد المرحقة اللي هم البروستاتا والحويسلاتان المنويتين واللي بيكون ليهم دور مهم هنفهمه دلوقتي يبقى كده معنا اول مكون في الجهاز التنسل الزكريا هو الخصيطين اللي بيكون موجودين داخل كيس الصفن المتدلي خارج الجسم علشان يحافظ على درجة حرارة الجسم المناسبة لتكوين الحيوانات المنوية وقلنا ان الدرجة دي لازم تكون مخافضة عن درجة حرارة الجسم هي بتكون موجودة خارج الجسم علشان تحافظ على درجة الحرارة لتكوين الحيوانات المنوية بس انما افراز الهرمونات مش بتتأثر بدرجة الحرارة انما لو جيتوا سألتك قلتلك هل يطرى افراز التستسترون هيتأثر بسبب ان الخصيطين ما خارجتش خارج الجسم وبعد معلقة هتقول لي طبعا لا لين اللي بتأثر هو تكوين الحيوانات المنوية فقط تاني مكون معنا وهو البربخ البربخ عبارة عن قناة بتكون ملفوفة على نفسها علشان ما تاخدش مساحة كبيرة ووظفتها هو تخزين الحيوانات المنوية البربخ بيخرج من الخصية وبيصب في الوعاء الناقل بعد كده المكون التالت معنا وهو الوعاء الناقل اللي بينهل الحيوانات المنوية من البربخ لقناة مجرى البول رابح حاجة معنا وهي الغدد الملحقة الغدد الملحقة بالجهاز التنسل الزكري عدتهم خمسة وهم اتنين حوصلتين منويتين وواحدة غدت البرستاتا واثنين غدتا كوبر فيبقى كده كلهم عدتهم خمسة نبدأ بأول حاجة معنا وهما الحوصلتين المنويتين وبيكونوا موجودين وراء المسانة ودورهم انهم بيفرزوا سائل قلوي بيكون فيه سكر الفاركتوز وده السائل اللي بيتغز عليه الحيوان المنوي وهو سكر الفواكه او بنقول عليه سكر الفاركتوز يبقى كده اللي بيغزي الحيوانات المنوية خارج الخصيطين هو الحوصلتين المنويتين وعنعرف بعد كده ان اللي بيغزي الحيوانات المنوية داخل الخصيطين هي خلايا اسمها خلايا سرتولي واللي بتفرز سائل بيعمل على تغذية الحيوانات المنوية الحيوان المنوي مش بيتغزى على اي حاجة لانه بيتغزى على الفاركتوز اللي هو سكر الفواكه طيب ليه الحيوان المنوي بيتغزى على الفاركتوز ومش بيتغزى على الجولوكوز زي معظم خلايا الجسم الاجابة لان الجولوكوز بيحتاج لانسولين يدخله جوه الخلية فلو ما فيش انسولين الجولوكوز مش هيقدر ان هو يدخل للخلية علشان كده معظم مرضى السكر اللي عندهم مشاكل في الانسولين بيدخلوا في حاجة اسمها غيبوبة السكر بسبب أن لأي الجولوكوزين مش بيقدر أن هو يدخل الخلية والخلاية بعد كده مش بيقدر أن هي تحصل على الطاقة اللازمة لأداء وظيفها لكن الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه مش بيحتاج للأنسولين فلو كان في أنسولين أو ما فيش أنسولين كده كده الحيوان المنوي هيافت فراكتوز اللي هو غزائه وكمان الحيوان المنوي مش بيقدر أن هو يخزن الفراكتوز بواه لأن الفراكتوز أصلا بيكون موجود في السائل المحيط به اللي هو السائل المنوي اللي بتفرزه الحبايصاناتان المنويتان بعد كده غدت البروستاتا واللي قلنا عادتها بيكون واحدة بس وتكون موجودة تحت المسانة تحت غدت البروستاتا بيكون فيه غدتين اسموهم غدتا كوبر وضربهم التلاتة مع بعضهما انهم بيفرزوا سائل قروي في قرات ماجر البول لان الوسط بتاع قرات ماجر البول بيكون وسط حمدي والحيوان المأوى علشان هي ضريمشي في قرات ماجر البول محتاج يكون وسط متعادل وبالتالي الغدد الملحقة كلها اكتفل السائل قروي علشان يعادل الوسط الحمدي لقناة ماجر البول وبالتالي يساهل مرور الحيوانات المنوية داخل قناة ماجر البول وبكده بنستنتج ان البروستاتا وغدتا كوبر هما اللي بيمهدوا طريق الحيوانات المنوية لانهم بيزبطوا الوسط الهيدروجيني انهو البيتش لانهم بيفرزوا سائل قروي بيعادل الوسط الحمدي لقناة ماجر البول وآخر حاجة معنا وهو القضيب والقضيب بيتكون من نسيج سفنجي وبيحتوي في داخله على قناة اسمها قناة ماجرال بول واللي بيمر فيها كل من الحيوانات المنوية والبول كلهم على حدة وبالتالي كده قناة ماجرال بول بنستمتج ان هي عدو مشترك ما بين الجهاز البولي والجهاز التناسولي بالنسبة للتركيب المجهل للخصية لو جينا ندرس قطاع عرضي للخصية تحت المايكروسكوب يعني جمنا كده الخصية وقطعناها بالعرض وحطناها تحت المايكروسكوب هنلاحظ ان هي بتتكون من حكتين وهم الأونيببات المنوية والخلايا البينية بالنسبة للأونيببات المنوية هي عبارة عن مجموعة من الأونيببات الصغيرة بيكون موجودة داخل الخصية بعدد كبير كل أونيببة منوية بيكون فيها نوعين من الخلايا خلايا اسمها خلايا جرسومية أمية وخلايا تانية اسمها خلايا سرتولي الخلايا الجرسومية الأمية بتبطن الأونيببات المنوية من الداخل وهي الخلايا اللي بتنقسم علشان تكون في النهاية الحيوانات المنوية يعني أصل الحيوانات المنوية أساسها هي الخلايا الجرسومية الأمية اللي موجودة داخل الأونيببات المنوية في الخصية إنما النوع الثاني من الخلايا وهي خلايا سرتولي واللي تسمت بالاسم ده نسبة للعالم سرتولي الإيطالي اللي اكتشفها ودور خلايا سرتولي هو إنها بتفرس سائل بيغزل حيوانات المنوية داخل الخصية يعني كده اللي بيغزل حيوانات المنوية داخل الخصية هي خلايا سرتولي واللي بيغزل حيوانات المنوية خارج الخصية هي الحوصلتان المنويتان كمان خلايا سرتولي بيكون لها دور مناعي يعني بتشارك الجهاز المناعي في دور الحماية لأنها بتحمل حيوانات المنوية من هجوم أي بكتيريا وكمان بتلتهم الحيوانات المنوية المشوهة وبتعمل لها زي إعادة تدوير وترجعها تاني علشان يتم تصنعها من جديد المكون التاني المخصية وهي الخلايا البينية ومن اسمها هنعرف أن هي عبارة عن خلايا بتكون موجودة ما بين الأوليبيبات المنوية وظيفة الخلايا البينية هو أنها بتفرز هيرمون التستسترون والأندروسترون وخلاص عرفنا دور الهيرمونات دي وأنها بتظهر الصفات الزكريا السنوية زي مثلا الصوت الخشن والعضلات وشعر الوجه وكمان بتساعد على نمو البروستاتا ونحوي صنعتان المنويتان يبقى احنا كده من خلال دراستنا عن الكطاع عرض في الخصية هنلاحظ أن هي بتتكون من حاجتين أول حاجة هي الأوليبيبات المنوية وتاني حاجة الخلايا البينية وقلنا أن الأوليبيبات المنوية بيكون فيه منها عدد كبير داخل الخصية وبتحتوي على نوعين من الخلايا وهي الخلايا الجرسومية الأمية والخلايا التانية اللي هي خلايا سرتولي والخلايا الجرسومية الأمية بتنقسم عدة انقسمات علشان تكون لنا في النهاية الحيوانات المنوية إنما خلايا سرتولي هي بتفرز سائل بيغزي الحيوانات المنوية وكمان لها دور مناعي والمكون الدنيا للخصية وهي الخلايا البينية واللي بتكون موجودة ما بين الأونيبابات المنوية ودورها إنها بتفرز هرمون التستسترون والأندرسترو بعد ما فهمنا تكوين الخصية عايزين نعرف العلاقة ما بين الخصية والغدة النخمية الجزء الأمامي من الغدة النخمية اسمه الجزء الغدي والجزء ده بيفرز مجموعة من الهرمونات اسمها الهرمونات المنبئة للغدة من ضمنها مجموعة من الهرمونات اسمها الهرمونات المنبع للمناسب وهم هرمون الـ FSH وهرمون الـ LH هرمون الـ FSH بيحفز الانيبات المنوية على تكوين الحيوانات المنوية وهرمون الـ LH بيحفز الخلايا البيانية على إفراز هرمونات الزكورة واللي قلناهم التستيرون والأندروستيرون بعد ما شرحنا تكوين الخصية تعال نفهم مراحل تكوين الحيوانات المنوية وهم أربع مراحل مهمة أول مرحلة اسمها مرحلة التضاعف وتاني مرحلة اسمها مرحلة النمو والمرحلة الثالثة اسمها مرحلة النضغ والمرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة التشكل النهائي بس قبل ما نبدأ نفهم مراحل تكوين الحيوانات المنوية محتاجين نفهم الأول إيه هو الانقصام الميوزي والانقصام الميتوزي والفرق ما بينهم وعلشان كده هعمل لك عرض سريع وشامل لأهم الفروقات ما بين الانقصام الميوزي والانقصام الميتوزي هنفهمه الأول وعدكها نيجي لمراحل تكوين الحيوانات المنوية الانقصام الميتوزي بيمتج عنه خلايا متمثلة في كل حاجة يعني لو عندنا خلية فيها 2 نون يعني عدد زوج من الصبغيات الخلية دي بتنقسم وتدينا خليتين كل واحدة فيها 2 نون برضو هتقول لي ازاي خلية فيها 2 نون بتنقسم وتدينا 2 نون هقولك ان الانقصام الميتوزي بيمر بعدة خطوات اسمها الاطوار بتبدأ من الطور التمهيدي واللي فيه الخلية بتبدأ انها تمهد للانقصام وكل حاجة في الخلية بتتضاعف علشان لما الخلية تنقسم يطلع لنا خليتين شبه الخلية الأم بالزبط بعد كده المرحلة التانية او الطور التاني وهو الطور الاستواي واللي فيه الكروموسومات بتقف في صف واحد عند خط استواء نواة الخلية واللي بالمناسبة الكروموسومات بتكون في اوضح صورة لها عند فحصها تحت الميكروسكوب الضوئي أثناء الطور الاستواي بعد كده الطور الانفصالي واللي فيه مكونات الخلية بتبدأ انها تنفصل عن بعضها وفي النهاية خالص بيكون فيه الطور النهاي واللي بيتكون فيه خليتين كل خلية بتشبه الأم تماما يبقى دلوقتي لما اقول لك ليه الخلايا الجسدية بيكون فيها عدد زوجي من الكروموسومات او اتنين نول هتقول لي لان الخلايا الجسدية بتكون ناتجة من الانقصام الميتوزي انما الانقصام الميوزي بينتبع عنه خلايا بتحتوي على نص عدد الكروموسومات او الصبغيات يعني بيكون فيها واحد نون بس والانقصام الميوزي بيتم على مرحلتين انقصام ميوزي اول وانقصام ميوزي تاني الانقصام الميوزي الاول بيحصل فيه اختزال لعدد الصبغيات يعني عدد الصبغيات بيقل لنص يعني الخلية اللي بتنقصم بيكون فيها اتنين نون فبتنقصم انقصام ميوزي اول واتطلع لنا خليتين كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بس بعد كده كل خلية ناتجة من انقصام ميوزي اول بتدخل انقصام ميوزي تاني والانقصام الميوزي التاني مش بيكون اختزالي يعني مش بين اصفي عدد الصبغيات فيبقى الخليتين الناتجتين من الانقصام الميوزي الاول واللي كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بتدخل انقصام ميوزي تاني وتكون لنا اربع خلايا كل واحدة بيكون فيها واحد نون يعني عدد فردي من الصبغيات الأونيببات المنوية بتحتوي على نوعين من الخلايا وهم الخلايا الجرسومية الأمية وخلايا سورتولي والاتنين بيكون فيهم 46 كروموسوم يعني عدد زوجي من الكروموسومات فبنرنزلهم بالرمز 2 نون مرحلة التضاعف هي أول مرحلة معنا بيحصل فيها انكسام ميتوزي عدة مرات للخلايا الجرسومية الأمية فبتكون لنا عدد كبير من خلايا اسمها أمهات المانية الخلايا الجرسومية الأمية قلنا ان فيها 2 نون يعني 46 كروموسوم وطالما حصل لها انكسام ميتوزي يعني كده انكسام غير اختزالي وبالتالي هتكون لنا خلايا اسمها أمهات الماني فبنستنتج كده ان أمهات الماني بيكون فيها 2 نون برضو يعني 46 كروموسوم بعد كده ندخل على المرحلة التانية وهي مرحلة النمو اللي بيحصل فيها هو ان أمهات الماني بتخزن شوية غزاء فبتكبر في حجمها فبتتحول لخلايا اسمها خلايا منوية أولية ومرحلة النمو مش بيحصل فيها أي نوع من أنواع الانكسامات فيبقى كده امهات الماني عرفنا ان فيها 2 نون يعني 46 كروموسوم فلما بتتحول لخلايا منوية أولية بيكون فيها برضو 2 نون يعني 46 كروموسوم المرحلة التالتة معنا وهي مرحلة النضو بيحصل فيها انكسام ميوزي أول للخلايا المانوية الأولية فبتتحول لخلايا منوية سنوية الانكسام الميوزي الأول عرفنا انه هو انكسام اختزالي وبكده الخلايا المانوية الأولية كان فيها 2 نون لما بتنقسم انكسام ميوزي أول بتتحول لخلايا منوية سنوية بيكون فيها نون واحدة بس بعد كده الخلايا المانوية السنوية بيتنقسم بانكسام ميوزي تاني فبتطلع لنا خلايا اسمها طلاعع منوية والانكسام الميوزي التاني عرفنا انه هو انكسام غير اختزالي فبقى كده الخلايا المانوية السنوية اللي فيها نون بس بتنقسم انكسام ميوزي تاني يعني غير اختزالي فبتطلع لنا طلائع منوية بيكون فيها برضو بنون بس لا لأنها نتجة من انقصام مايوزي تاني وعرفنا انه هو انقصام غير اختزاني المرحلة الرابعة والاخيرة معنا وهي مرحلة التشكل النهاية بيتحول فيها الطلائع المنوية لحيوانات منوية يبقى كده تاني سريعا بتمر عملية تكوين الحيوانات المنوية باربع مراحل وهم مرحلة التضاعف والنمو والنطق والتشكل النهاية مرحلة التضاعف هي اول مرحلة معنا بيحصل فيها انقصام مايوزي عدة مرات للخلايا الجرسومية الامية فبتكون لنا عدد كبير من خلايا اسمها امهات المني الخلايا الجرسومية الامية قلنا ان فيها اثنين نو يعني 46 كروموسور وطالما حصل لها انقصام مايوزي يعني كده انقصام غير اختزالي وبالتالي هتكون لنا خلايا اسمها امهات المني فبنستنتج كده ان امهات الماني بيكون فيها اثنين نون برضو يعني 46 كروموسور بعد كده ندخل على المرحلة التانية وهي مرحلة النمو اللي بيحصل فيها هو ان امهات الماني بتخزن شوية غزاء فبتكبر في حجمها فبتتحول لخلايا اسمها خلايا منوية اولية ومرحلة النمو مش بيحصل فيها اي نوع من انواع الانكسومات فيبقى كده امهات الماني عرفنا ان فيها اثنين نون يعني 46 كروموسور فلما بتتحول لخلايا منوية أولية بيكون فيها برضو 2 نون يعني 46 كروموسور المرحلة التالتة معنا وهي مرحلة النضو بيحصل فيها انكسام ميوزي أول للخلايا المنوية الأولية فبتتحول لخلايا منوية سنوية الانكسام الميوزي الأول عرفنا أنه هو انكسام اختزالي وبكده الخلايا المنوية الأولية كان فيها 2 نون لما بتنقسم انكسام ميوزي أول بتتحول لخلايا منوية سنوية بيكون فيها نون واحدة بس بعد كده الخلايا المنوية السنوية بيتنقسم انقصام ميوزي تاني فبتطلع لنا خلايا اسمها طلاعع منوية والانقصام الميوزي التاني عرفنا انه هو انقصام غير اختزالي فبقى كده الخلايا المنوية السنوية اللي فيها نون بس بتنقسم انقصام ميوزي تاني يعني غير اختزالي فبتطلع لنا طلاعع منوية بيكون فيها برضو نون بس لانها نتجة من انقصام ميوزي تاني وعرفنا انه هو انقصام غير اختزال المرحلة الرابعة والأخيرة معنا وهي مرحلة التشكل النهاي بيتحول فيها الطلاع المنوية لحيوانات منوية بيتكون الحيوان المنوي من أربع أجزاء رأسية وهم الرأس والعنق والقطع الوسطى والديل والكل مكونات من الأربع مكونات أو الأجزاء دي دور بيساعد الحيوان المنوي في القيام بوظيفته طيب هي أي وظيفة أصلا الحيوان المنوي اللي المفروض المكونات دي بتساعده فيها وظيفة الحيوان المنوي هو أنه لما بيخرج من الخصية ويمشي في طريقة داخل الجهاز التناسولي الزكري بينتقل بعد كده للجهاز التناسولي الإنسوي وبيدخل للرحم وينتقل من الرحم لحد ما يوصل للتلت الأول من قناة فالوب علشان يختارك البويضة ويعمل لها إخصاب وتبدأ بعد كده مراحل تكوين الجنين الأجزاء الأربعة للحيوان المنوي قلنا عليهم الرأس والعنق والقطع الوسطى والديل أول جزء في الحيوان المنوي وهي الرأس الرأس بيكون فيها نواة فيها 23 كروموسوم 23 كروموسوم بس علشان كده بنرمز للحيوان المنوي بنون بس يعني عدد فردي من الكروموسومات الكروموسومات دي اللي بيكون عليها جينات الأب اللي بيورسها لأبنائه يبقى كده رأس الحيوان المنوي بيكون فيها نواة بتحتوي على 23 كروموسوم والجزء التاني اللي بيكون موجود في مقدمة الرأس اسمه جسم قمي أو أكروسوم بيكون موجود في قمة الحيوان المنوي ووظفته إنه بيفرز إنزيم الهياليورنيز والإنزيم ده مؤم جدا لأن البويضة بتكون مغلفة نفسها بغلاف متماسك بفعل حمد اسمه حمد الهياليورنيك والحيوان المنوي علشان يخص بالبويضة لازم يخترقها وبالتالي لازم يدوب جزء من غلاف البويضة المتمسك بفعل حمد الهياليورنيك وطبعا بيدوب جزء من الغلاف ده بفعل إنزيم الهياليورنيز اللي بيتفرز من الجسم القمي في رأس الحيوان المنوي الجزء الثاني معانا من الحيوان المنوي وهو العنق العنق بيحتوي على الجسم المركزي أو اللي اسمه سنتروسوم والجسم المركزي الواحد بيتكون من سنتريولين يعني الجسم المركزي الواحد هو عبارة عن 2 سنتريول الجسم المركزي ليدور مهم في انكسام البويضة المخصبة مع الحيوان المنوي لما بيندمج مع البويضة يعني كده بيخصبها فتبقى اسمها بويضة مخصبة البيضة المخصبة دي بتقعد تنقسم شوية انقصامات ميتوزية لحد ما تكون الجنين اللي بيساعد البيضة المخصبة على الانقصام هو السنتروسوم اللي هو الجسم المركزي واللي بيكون عبارة عن السنتريولين كل واحد منهم بيروح في ناحية من قطبي الخلية وبيسحبوا الكروموسومات بواسطة حاجة اسمها خيوط المغزل في النحيتين علشان تنقسم الخلية وتبقى اثنين وكل واحدة منهم بيكون فيها نفس العدد من الكروموسومات او الجسم المركزي دي بقى بيكون موجود في عنق الحيوان المنوي نيجي بعد كده للجزء الثالث وهي الكطعة الوسطى الكطعة الوسطى بتحتوي على الميتوكوندريا وطالما ميتوكوندريا يعني وظيفتها انها بتوفر الطاقة اللازمة لحركة الحيوان المنوي الحيوان المنوي مش بيتغزى على اي حاجة لانه بيتغزى على الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه طيب ليه الحيوان المنوي بيتغزى على الفراكتوز ومش بيتغزى على الجولوكوز زي معظم خلايا الجسم الاجابة لان الجولوكوز بيحتاج لانسولين يدخله جوه الخلية فلو ما فيش انسولين الجولوكوز مش هيقدر ان هو يدخل للخلية علشان كده معظم مرضى السكر اللي عندهم مشاكل في الانسولين بيدخلوا في حاجة اسمها غيبوبة السكر بسبب ان الجولوكوز مش بيقدر ان هو يدخل للخلية والخلايا بعد كده مش بيقدر ان هي تحصل على الطاقة اللازمة لاداء وظيفها لكن الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه مش بيحتاج للانسولين فلو كان فيه انسولين او ما فيش انسولين كده كده الحيوان المنوي هيفض فراكتوز اللي هو غزاؤه وكمان الحيوان المنوي مش بيقدر ان هو يخزن الفراكتوز جواه لان الفراكتوز اصلا بيكون موجود في السائل المحيط به اللي هو السائل المنوي اللي بتفرزه الحبيصلاتان المنويتان الميتوكوندريا بتكون موجودة في القطعة الوسطى بتاخد الفراكتوز تعمله تنفس خلوي وتافض منه طاقة وتبعثها بعد كده للديل علشان يستهلك الطاقة دي في الحركة الجزء الرابع والأخير معانا في الحيوان المنوي وهو الديل الديل بيتكون من محور في نهايته قطعة اسمها القطعة الزيلية وظيفة الديل أنه يساعد الحيوان المنوي على الحركة لبقى كده احنا معانا الحيوان المنوي بيتكون من أربع أجزاء رئيسية وهم الراس والعنق والقطعة الوسطى والديل الراس بيحتوي على نواة بيكون فيها 23 كرموسو وكمان بيحتوي على جسم كمي بيكون موجود في مقدمة الراس بيقوم بإفراز إنزيم الهيليورنيز اللي بيعمل على إزابة جزء من غلاف البوايدة علشان يساهل عملية اختراق الحيوان المنوي للبوايدة الجزء الثاني اللي هو العنق قلنا نواة بيحتوي على سنتريولين اللي اتنين مع بعض بيكونوا حاجة اسمها الجسم المركزي اللي هو السنتروسون واللي بيكون ليه دور مهم في انقصام البوايدة المخصبة والجزء الثالث وهي القطعة الوسطى اللي بتحتوي على الميتوكوندريا واللي وظيفتها إن هي بتوفر الطاقة اللازمة لحركة الحيوان المنوي وجزء الرابع والأخير معنا وهو الديل وقولنا اللي بيتكون من محور بينتهي بحاجة اسمها قطعة زيلية ووظفته إن بيساعد الحيوان المنوي على الحركة فدلوقتي تعالنا نشوف إيه اللي يحصل بالترتيب الحيوان المنوي أول ما يوصل للرحم وسط الرحم بيكون حمدي فييجي هنا دور السائل المنوي اللي بتفرزه الوداد التنسلية الملحقة واللي بيكون قلوي فبيعادل الوسط الحمدي علشان يكون وسط مناسب لمرور الحيوانات المنوية بعد كده الحيوانات المنوية بتحتاج لطاقة علشان تقدر إن هي تتحرك فبيجي هنا دور الميتوكوندريا اللي بتكون موجودة في القطعة الوسطى اللي بتاخد من سكر الفراكتوز اللي بيكون موجود في السائل المنوي واللي بتفرزه طبعا الحواصلتان المنويتان فبتبدأ الميتوكوندريا تاخد الفراكتوز ده وتعمله عملية تنفس خلوي وتاخد منه الطاقة وبتديها للديل علشان يقدر يتحرك ويوصل للتلت الأول من قناة فلو واللي بيكون فيها البويضة والبويضة قلنا إن هي بتكون مغلفة نفسها بغلاف متماسك بفعل حمض اسمه حمض الهياليورنيز يجي هنا دور الجسم القمي اللي بيكون موجود في مقدمة رأس الحيوان المنوي واللي بيفرز إنزيم اسمه إنزيم الهياليورنيز اللي بيدوب جزء من غلاف البويضة فبيدخل رأس الحيوان المنوي والعنق بس إلى داخل البويضة وتفضل القطع الوسطى والديل برة علشان كده الإنسان مننا بيورس الميتوكوندريا بتاعته من الأم مش من الأب لأن القطع الوسطى للحيوان المنوي واللي بيكون فيها الميتوكوندريا مش بيقدر إن هي تدخل إلى داخل البويضة بعد كده بيندمج الحيوان المنوي مع البويضة وبعد كده البويضة المخصبة بتبدأ من هي تنقص ميتوزيا بمساعدة الجسم المركزي اللي بيكون موجود في عنق الحيوان المنوي وبكده يبقى إن دور مكونات الحيوان المنوي بالترتيب لو أعجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة ولست مش مشتركين وتكتبوا لي تعليق كويس ومتنسوش تشاركوا الفيديو مع كل أصحابكم علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة